توتر أمني تشهده محافظة مأرب مؤخراً جرى الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومسلحين من منطقة الأشراف جنوبية المحافظة الاشتباكات اندلعت في وقت سابق جرى استهداف العناصر المسلحة لدورية أمنية كانت في مهمة للقبض على عناصر مطلوبة أمنياً وقتل خلالها نائب مدير أمن مدينة مأرب وأصيب ثلاثة جنود آخرين استهداف المسل الأمني وعدم تسليم العناصر التي أطلقت النار على دورية الأمن دفع بقيادة المحافظة لتكثيف الحملة الأمنية على تلك العناصر والجهات التي تقف خلفها مراقبون يقولون إن هناك بعض العناصر التي تتمركز جنوب المحافظة لا تزال تحتفظ بولائها لميليشيا الحوتي وهذا ما يفسر تمردها على السلطات الحكومية في مأرب السلطات الأمنية وصدرت بين أن قالت فيه إن الحملة الأمنية لن تتهاون مع العناصر التخريبية التي حرص رجال الأمن أثناء التعامل معها على سلامة المدنين وإن الحملة ستستمر حتى تحقيق الأمن والقبض على المطلوبين الأمن في مأرب قضية يكتنفها الكثير من التوتر والتعقيدات الإقليمية آخر تلك المستجدات هو الحديث عن انسحاب قوات إماراتية من معسكر سرواح بمأرب على حساب تعزيز حضور الرياضة العسكري في المحافظة تحركات تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل أمن المحافظة وماذا يريد لها الجيران؟